السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا تانية سنوية عاملين ايه? اولا انا بعتزل لكم علاء التأخير وده بسبب دي الوقت. بجد انا ما عمديش وقت ان انا هنزل لكم الدرس بتاعكم. او الدروس بالترتيب. بس ان شاء الله خلاص كده يعني ان شاء الله هوفر لكم وقت وهبدأ ان انا هنزل لكم الشرح درس وراء التاني. معنا الفصل الاولين كله بتكلم احناك اسمها التغذية. احنا هنا الفصل معنا الاولين كله بتكلم عن حاجة اسمها التغذية. انا اعزك بس تفتكر معايا كده فاكر لما كنا في الترنت الاول بندرس التصنيف فقدت مسلا بجيب لك اه حاجة معاينة كده. فاكر اليوكلينا وكنت بقول لك هاي اليوكلينا دي زاتية التغذية ولا غير زاتية التغذية? كنت بتقول لي والله ان اليوكلينا دي زاتية التغذية. طب ايه زاتية التغذية? يعني بتصنع عذاءها بنفسها. ليه? لانها عندها حاجة اسمها خضرا. بيكون عندها كده جوة حاجة اسمها ايه? البلاستيدة الخضرة. يكون عندها حاجة اسمها خضرة. وبالتالي هي بتقدر ان هي تصنع غذائها بنفسها. وبالتالي هي بتقدر ان هي تصنع غذائها بنفسها. بلاستيدة خضراء. طب تصنع غذائها بايه? بنفسها. طيب. لما كنتم مثلا باجيب لك حاجة زي البلهاريسيا. قلبيце بقولك البلهاريسيا دي زاتية ولا غير ولا غير ذاتية كنت بتقولي ان هي غير ذاتية. طيب ليه غير ذاتية التغذية? لانها ما عندهش بلا استدادة خضرة وبالتالي مش بتقدر تصنع غزاها ايه? بنفسها. طيب كنت مسلا لما كنت بتجيب ليك حاجة زي اه النسطوق. النسطوق كان من البدايات. النسطوق ده كان مال وكان ذاتي. اتغذية. ليه بيقدر انه يصنع غزاها بنفسه? لانه كان عنده حاجة اسمها الكولورو فيها. وهو بالتالي بيقدر ان هو يعمل عملية البناء الضغط. طيب احنا دلوقتي اول حاجة نتكلم عنها. قلنا ان احنا الفصل بتاعنا كله اسمه التغذية. فالتغذية دي بتنقسم الى نوعين من التغذية. عندنا تغذية. تغذية زاتية. تغذية زاتية. وتغذية. تغذية غير زاتية. بتمام بيحنا كده عندنا نوعين من التغذية. في تغذية زاتية. وفي تغذية غير زاتية. بص بقى. تعال كده نمسك واحد واحدة منهم. بالنسبة للتغذية الزاتية. لما نجي نعرفها بص في كتاب اعرفها لك بقول لك ايه? هي هي التغذية التي تقوم بها الكائنات زاتية التغذية. طيب شكرا جدا. شكرا جدا للتعريف الجميل ده. احكيد التغذية الزاتية هي تغذية اللي بتقوم بها الكائنات زاتية التغذية. طب بتعمل الكائنات آآ زاتية التغذية دي. بيقول لك بص هي بتمتص او بتستمد مواد بسيطة من بيئتها. وبتدخلها في مجموعة من التفاعلات الكيميائية سماع طبعا البناء الضوي واللي هندرسه وبتطلع لنا مواد ايه معقدة في تركيبة. طيب اشرح للكلام ده كده واحدة عشان نفهم. دلوقتي ده نبات معي ودي مسلا بداية الطربة. وده كده النبات ده بيعمل ايه? اول حاجة بيعملها النبات ده هو انه بيمتص الماء من الطربة. بعد كده كمان بيرضه بيمتص الاملاح من الطربة. تمام? فبيبدأ ياخد المواد دي ويدخلها الى مين? يدخلها الى الورقة. فطبعا بالمساعدة مع الضوء بيكون فينا شمس كده بتدينا الضوء وكمان بياخد ثاني اكسيد الكربون. فبيبدأ يعمل عملية اسمها عملية البناء الضوي. بيعمل عملية اسمها البناء الضوي. بيعملها فين? في الورقة في البلاستي ده الخضرة. فبيطلع لي مركبات بقى مين? بيطلع لي الجلوكوز. والجلوكوز ده بعد كده بيتخزن في البلاستي ده الخضرة وبيتحول الى نشا. تمام? يعني كده الحاجات دي كلها عبارة عن كاربو هيدرات. كاربو ايه? كاربو هيدرات. ممكن بعد كده انه بدي يحول الكاربو هيدرات دي الى برويتينات. برويتينات وممكن يحولها الى لاي بدات. لاي بدات. طيب كلام جميل. فهنا بقى تعالى بقى اشرح لك التعريف او الحاجات اللي احنا قلناها دي واحدة واحدة. بص كده معي. هو ايه بقى التغذية الزاتية دي? بيقول لك التغذية الزاتية هي التغذية التي تقوم بها الكائنات الزاتية التغذية. طيب ماشي. حيث تستمد من بيئتها. من البيئة بتاعتها بتستمد على ايه? آآ مواد بسيطة في تركبها. زي مسلا من المية المية تركيبه ايه? آآ اتش تو او. زي الاملاح المعدنية. زي مسلا عندنا في الان اي السوديوم. او مع سلا عندنا الكي البوتاسيوم. تمام? دي كلها مركباتنا لها بسيطة في تركبها. طاقتها مخفضة. غير عضوية. بتعالى كده نجيب الخصيص المركبات للنبات ده بيمتصها او بيستمدها من البيئة. اول حاجة بنقول عليها ايه? بسيطة. بسيطة في تركبه. اهو. عندنا المية مالهة بسيطة في تركبها. طيب تاني حاجة عندنا ايه? عندنا آآ طيب عضوية ولا غير عضوية? احنا عندنا المية غير عضوية. السوديوم غير عضوي. البوتاسيوم غير عضوي. بدي كلها مركبات مالهة غير عضوية. غير عضوية طبعا اولية. فيبيبدأ ان هو يمتص المواد دي ويدخلها الى يودها الى الورقة. وطبعا بالمساعدة بالضوء الشمس يبدأ ان هو يدخلها في مجموعة من التفاعلات اسمها البناء الضوي. مجموعة من التفاعلات الكمية اسمها الايه? البناء الضوي. علشان بعد كده يطلع لنا مواد تانية. مواد تانية. ما لها المواد التانية دي? طبعا الجلوكوز اللي بيخزنه بعد كده في بيحوله الى نشا. طبعا الحاجات دي كلها من الكربوهيدرات. ممكن بعد كده يحول الكربوهيدرات الى بوروتينات وممكن يحولها الى ليبذات. طيب هي المواد دي بتتميز بقى بانها ايه? اول حاجة. بالنسبة تعالى طبعا عكس اللي بقى الحاجات دي كلها هنا. المركبات اللي النبات كونها تركيبها عامل ايه? معقدة. بس معقدة في تركبها. طيب بالنسبة للطاقة تعالى اعكسها باقي. طيب بالنسبة للطاقة تعالى اعكسها باقي بطاقتها عالية. طيب بالنسبة للعضوية والغير عضوية طبعا عضوية. يبقى لما اجا اقول لك مسلا اه هي المواد اه هي خصائص المواد اللي بيمتصها النبات. اللي بيمتصها النبات او اللي بيتغزع اه اللي بيستبدها النبات من البيئة بتاعتها. هتقول لي والله المواد دي بتكون بسيطة في تركبها منخفضة في طاقتها وبتكون غير عدوية اولية. طيب ايه خصائص المواد اللي بيكونها النباتات الخضرة? هتقول لي هي معقدة في تركبها طاقتها عالية وبتكون مركبات ايه? عدويشة. تمام? يبديل ايه? دي التغذية الذاتية. الكائن اللي بيقدر انه يعمل اه بناء ضوي ده كده بكائن ذاتي التغذية. طيب من امثلة الكائنات طبعا اللي بتعمل اللي بتكون ذاتية التغذية عندنا النباتات الخضرة. النباتات الخضراء. خلي بالك. النباتات انا حددت لك النباتات لايه? الخضراء. يعني مسلا لو جيت لك في سؤال. وقلت لك صح ولا غلط? هل جميع النباتات طبعاة آآ ذاتية التغذية طبعا هتقول لي غلط ليه? لان زات التغذية هي نباتات الخضرة فقط. لان احنا بعد كده هناخد انه فيه نباتات بتكون غير زاتية التغذية. في نباتات هناخدها بعد كده غير زاتية التغذية. يبقى تاني من امثلة الكائنات زاتية التغذية عندنا نباتات الخضرة. وعندنا طبعا بعض انواع ايه? بعض انواع البكتيريا. زي مين? اشهرهم مين? فاكرين? طبعا البكتيريا يبقى كده بدائيات زي مين? زي النستوك. زي النستوك. يبقى كده احنا فهمنا? تاني. تاني يلا تعالى كده. التغذية. اسمناها التغذية ايه? وتغذية ايه? تغذية. زاتية. وتغذية غير زاتية. التغذية الزاتية قلنا عليها ايه? قنات زاتية التغذية. التغذية الزاتية الكائنات طبعا اكيد ايه التغذية لا تكون بالكائنات الزاتية ليه? التغذية. حيث تستمد من بيئاتها. بتستمد من بيئاتها على ايه? بتستمد او بتحصل على مركبات تركبها مالو بسيطة في تركبها. منخفضة في طاقتها. بتكون غير عضوية. الكلام ده بينطبق على مين? بينطبق على الاملاح وبينطبق على الاملاح وبينطبق على الماء. مالهم بسيطة في تركبها منخفضة في طاقتها غير عضوية. فبتاخدها وبتدخلها في مجموعة طبعا بمساعدة ايه? بمساعدة الضوء. بمساعدة اضوء. بتبدأ ان هي تدخلها في مجموعة من التفاعلات الكمية اسمها البناء الضوئي. تمام? فبتطلع لنا الجولوكوز والنشا اللي هما طبعا كربوهيدرات واللي ممكن تحولهم بعد كده الى بروتينات وممكن تحولهم بعد كده الى لايبدات. تمام? تمام? كلام جميل. طيب اللي بميز بقى المركبات اللي بتكونها النباتات الخضرة دي? ان هي مؤقتة في تركبها وطاقتها. بتكون عالية. بميز بقى المركبات اللي بتكونها النباتات الخضرة دي. ان هي مؤقتة في تركبها وطاقتها. بتكون عالية وتكون عضوية. يبقى كلام مزبوط. كلام مزبوط جدا. طيب من امثلة الكائنات زاتية التغذية هل يا طرى جميع النباتات قلنا لازم تكون نباتات خضرة لان احنا بعد كده طبعا نباتات خضرة عشان يكون عندها البلاستيدر الخضرة علشان تقدر تقدر تعمل عملية البناء الضوي طيب من امثلة تانية عندنا بعض انواع البكتيريا من اشهارها طبعا النسطوك اللي احنا اخدناه في سنة اولى. يبا كده احنا خلصنا لايه? خلصنا يعني الفرشة كده بتاعت التغذية الزاتية. طيب بالنسبة للتغذية الغير ذاتية. اكيد بقى هي هي التغذية التي تقوم بها الكائنات غير ذاتية التغذية. مش محتاجة حاجة. حيث انها تحصل على جه غزائها في صورة في صورة مواد جاهزة معقدة فتركبها وتركتها عالية وبتكون مواد عضوية جاهزة. عشان كده الكائن ده بيكون غير ذاتي التغذية. مش بيقدر ان هو يصنع غزاؤه بنافسه. لا. ده بيحصل على غزاؤه من ايه? من كائنات تانية. فعندنا يعني او بيحصل الغزاء في صورة ايه? في صورة جهزة. بص بقى هنصلنا في الكائنات. الكائنات غير ذاتية التغذية الى تلات انواع من الكائنات. في كائنات عضوية. وفي كائنات طفيلية. وفي كائنات رمية. تمام? يبقى الكائنات غير ذاتية التغذية قسمناهم لتلات انواع من ان كانت. بص بقى كائنا معي. العضوية دي هنقسمها لتلات حاجات. العضوية دي ممكن تكون اكلات عجب. يعني بتاكل اعشاب. وممكن تكون اكلات لحوم. يعني بتتغذى على اللحو. وممكن تكون متنوعة. يعني متنوعة يعني بتاكل عجب وبتاكل لحوم في نفس الوقت. طيب من امثلة بتاكل عجب. هتلك كده حاجة عندك والله مسلا الجمل. الماعز. الابقار. الابقار. دي كلها بتاكل ايه? بتاكل عجب. طيب من اكلات اللحوم عندنا الاسد. عندنا النمر. عندنا الكلب. دي كلها اكلات لحوم. طب من المتنوعة طبعا اللي بيأكل عجب وبيأكل لحوم طبعا الانسان. الانسان ده بيأكل لحوم في نفس الوقت. طيب بالنسبة للتفايلية الاول احنا محتاجين نعرف يعني كائن متطفل ويعني كائن مترمم. الكائن المتطفل ده طبعا غير ذات التغذية. غير ذات التغذية بس بيرتمد في غزاو على كائن حيت على كائن تاني بيكون حي. انما المترمم ده بيرتمد في غزاو على كائن تاني بيكون ميت. يبقى الفرقة ما بين الكائن المتطفل هو انه بيعتمد في غزاو على كائن حي. انما المترمم ده بيعتمد في غزاو على كائن تاني ميت. فبيحلله. طيب من امثلة الكائنات الطفيلية. من امثلة الكائنات اللي بتتطفل على كائنات تانية عندنا دودة الاسكارس اللي بتكون موجودة في القناة الهضمية. تمام? عندنا مين تاني? عندنا نبات اسمه الهالوك. نبات نبات الهالوك. فاكر لم قلت لك هل جميع النباتات بتقوم بعملية البناء الضوي او هل جميع النباتات زيت التغذية? قلت لي لا. ليه? لان احنا عندنا نباتات تانية مش خضرة مش بتقدر ان هي تقوم بعملية البناء الضوي. فعندنا الهالوك ده بيكون متطفل. نبات متطفل. طيب. عندنا مين تاني? عندنا الحمول. الحمول بيتطفل على البرسيم. الناس اللي عيشها في الارياف بيكون في حاجة اسمها الحمول ده بيتطفل على البرسين. طيب يبديه كده من امثلة الكائنات غير الزاتية التفايلية. يقولنا البالهارسيا والسكارس والهالك والحمول. طيب من الكائنات الرمية بقى اللي بتتطفل او 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 اللي بتترمم على كائن تاني بيكون ميت. على عكس طبعا المتطفل اللي بيعيش على كائن تاني حي. من امثلة الكائنات الرمية عندنا البكتيريا الرمية. بكتيريا الرمية. وعندنا كمان مين? عندنا كمان اه بعض الفطريات. بعض الفطريات زي فطر عفن الخبز. زي فطر عفن الايه? فطر عفن الخبز. بص بقى احنا في الدرس الاولاني. في الدرس الاولاني اه هناخد المفروض يعني احنا خلاص عرفنا كده التوزيع بتاعة الفصل الاول معنا انه احنا عندنا تغزية اسمها. التغزية دي ممكن تكون ذاتية وممكن تكون غير ذاتية. وقلنا ان التغزية الذاتية بتكون بالكائنات ذاتية التغزية فبتحصل على مواد مالهة بسيطة في تركيبها منخفضة في تقطها غير عضوية زي مسلا المية والاملاح. وبتدخلها في عمالة البناء الضوية فبتبني فبتبنلنا مواد تانية معقدة في تركيبها طاقتها عالية. وعلى عكس طبعا التغزية الغير ذاتية اللي اسمناهم لتلات حاجات. قلنا في تغزية اه طبعا في كائنات غير ذاتية عضوية وممكن تكون طفالية وممكن تكون رمية. العضوية ممكن تكون اكلات عجب زي اي كائن قدامك بيكل عجب. عندنا جمل ماعز ابقار. ممكن تكون اكلات لحوم زي مسلا الاسد النمر او الكلب. ممكن تكون متنوع في في الانسان اه متنوع في الغزاء زي الانسان. يعني كده احنا معنا الانسان ده الانسان ده بيشترك مع مين? بيشترك مع الاسد? وبيشترك مع الجمل. بيقدر ان هو يأكل عجب وبيقدر ان هو يأكل لحو. وبعد كده التفايلية زي مسلا قلب الهارسيا والسكارس والهلك والحمول. ودي كلها بتكون عايشة على كائنات تانية حية. على كائنات تانية حية. انما المترممة دي بتعيش على كائن تاني ميت. زي عندنا البكتيريا الرومية وبعض الفطريات زي فطر عفن الخبز. بص بقى احنا معنا اول درسين هيكون عبارة عن التغذية الزاتية. هنفهم في اول درس هنفهم هنفهم امتصاص الماء والاملاح. هنفهم ايه? امتصاص الماء والاملاح. يبقى احنا هنا عندنا بالنسبة لاول درس هنعرف ازاي اه بعنوان اسمه عنوان امتصاص الماء والاملاح. يبقى الدرس الاولان معنا قلنا ان هو امتصاص الماء والاملاح بس احنا قبل ما نفهم ازاي النبات بيقدر ان هو يمتص المية والاملاح محتاجين نعرف التركيب اللي بيمتص المية والاملاح. هو النبات لما بيجي يمتص المية والاملاح بيمتصها بايه? يمتصها بالجدر. يبقى احنا هندرس الجدر. يبقى الاول كده هندرس الجدر وبعد كده ندخل نشوف ازاي النبات بيمتص المية وبعد كده ندخل نشوف النبات ازاي بيمتص الاملاق. ويبقى كده خلصنا الدرس الاولاني. بعد من خلص الدرس الاولاني هندخل على عملية البناء الضوي. وطبعا عملية البناء الضوي بتحصل داخل الورقة. فيبقى في الاول خالص هندرس تشريح الورقة وبعد كده نعرف ازاي النبات بيعمل عملية البناء الضوي. يبقى كده اول درس معانا هيكون بعنوان امتصاص امتصاص الماء والاملاح. طيب بس الاول احنا قبل ما ندرس امتصاص الماء والاملاح عايزين نعرف تركيب الشعيرة الجزرية. الشعيرة الجزرية دي بتتكون من ايه? اصلا يعني شعيرة جزرية. بص كده. دلوقتي انا معايا. ده مسلا نبات. ودي التربة. وده كده بيكون نازل ايه? ادي الورعة بتاعت النبات. ودي خلاص الزهرة. ودي كده الجدر بتاع النبات. ده الجدر بتاع النبات. الجدر بتاع النبات ده بيخرج منه شعر كده صغير. شعر صغير. فبص كلمة شعر دي معناها ان هي حاجة ايه? حاجة كبيرة. طب لو انا عايز ادلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل طب لو عايزين نقول انبوبة صغيرة بقولول عليه اناي ببه. اناي ببه. يبا تمام. يبا ده الجدر هو. ده كده الجدر. بيخرج منه شعراية صغيرة. شعراية صغيرة جدا. عايز يعني مش عايز اقول عليها شعراية عشان كلمة كلمة شعر ده كده حاجة كبيرة. فعايز ادلعها كده او اصغرها. فقول عليها ايه? شعيرة. طب الشعيرة دي موجودها فين في الجزر. في اسمها الشعيرة الجزرية. يبا كده فهمنا كلمة ايه? الشعيرة الجزرية. تعال نشوف تركيب الشعيرة الجزرية. بص معاها كده. احنا عايزين ناخد الجزء ده ده اهو اللي انا اعلم علي باللون الحمر. وابدأ اننا اكبره. تمام? اهو الجزء اللي باللون الاحمر ده يعني نحية تهوت في الجدر وابدأ ان انا اكبرها عشان افهم تشريح الجدر. بص نحية دي النحية دي هتبقى لان نحية الداخل ودي نحية الخارج. نحية الداخل هنا كده بيكون في خلايا خلايا نباتية. هنعرفين الخلايا نباتية هي اصغر واحدة بنائية موجودة في النبات. دي كده خلايا موجودة جنب بعضها. خلايا موجودة جنب بعضها. نحية بر بقى بنلاحظ ان في خلايا تانية اهي. دي خلايا تانية. طبقة تانية من الخلايا. بص بقى. الطبقة الداخلية دي طبقة الداخلية ده اسمها القشرة. انما انت عارف الطبقة الخارجية دي اسمها اسمها البشرة. بس في النبات بنقولش عليها بشرة. ممكن نقول عليها بشرة عادي. بس لها اسم تاني اسمها الطبقة الوبرية. يبقى تاني انا معايا طبقتين. الطبقة اللي برا افتكرها دايما انا كده حط ايه دك على وشك اسمها لايه البشرة. تمام? او بمكن نقول عليها الطبقة الوبرية. انما الطبقة اللي نحيط جوه دي بنقول عليها لايه الكشرة. طب ايه بقى الشعيرة الجزرية دي? بص كده. الشعيرة الجزرية هي عبارة عن امتداد امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة اللي هي خلايا الطبقة الوبرية. تاني تاني. لما جبنا الجدر هوت قدامنا وبدأنا ان احنا نكبره. بدأنا ان احنا جوه. نحيط جوه. اهي طبقتين نهوت من الخلايا اهو ايا كان عدد الطبقة. المهم الخلايا اللي نحيط جوه دي اسمها خلايا لايه? القشرة. طيب الخلايا نحيط برا بقى حطي دك على وشك كده دي اسمها لايه البشرة. بس في النبات هنقول عليها الطبقة الايه? الوبرية. ايه هي بقى الشعيرة الجزرية? هي عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبرية. يبقى اول حاجة هندرسها في تركيب اهو. تركيب الشعيرة الجزرية. الجزرية. ما لها الشعيرة الجزرية يعمل حاجة? الشعيرة الجزرية هي عبارة عن امتداد اهو امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة. الطبقة الايه? الطبقة الوبرية. اه في خلية من خلايا الطبقة الوبرية حصلها ايه? حصلها امتداد للخارج. طب ندرس بقى خصائصها. ندرس خصائصها. بص بقى. من ضمن الخصائص بتاعتها هو ان طولها بيكون اربعة ملي متر. يبقى طول الشعيرة الجزرية دي اه اربعة ملي متر. يبقى اول خاصية معانا طولها اربعة ملي متر. تاني خاصية معانا هو ان عمرها لا يتجاوز بضعة. بضعة ايام او اسابيق. عمر الشعيرة الجزرية دي مش بيتجاوز بضعة ايام او بضعة اسابيع. ليه بقى? ليه? يعني ممكن اجي اسألك سؤال وقول لك علل. عمر الشعيرة الجزرية لا يتجاوز بضعة ايام او بضعة اسابيع. هتقول لي لان الشعيرة الجزرية ما هبص يا جماعة احنا جبنا اكبرنا دلوقتي الجدر. هنلاحز ان الحتة دي كده في حاجة هنا اسمها ايه? حبيبات التربة. اهي. دي كده حبيبات التربة. الشعيرة الجزرية دي دايما بتحتك بحبيبات بحبيبات الايه? بحبيبات التربة. دايما بتحتك بحبيبات التربة. يبقى هتقول لي هتقول لي ايه? ليه عمر ليه عمر الشعيرة الجزرية لا يتجاوز بضعة ايام او بضعة اسباح هتقول لي نتيجة احتكاك نتيجة تمزكها باستمرار بتتمزك بايه? باستمرار نتيجة احتكاكها مع حبيبات التربة. يعني طول الشعيرة الجزرية طول ما هي ماشي كده بتحتك بمين? بحبيبات ايه? حبيبات التربة. وبالتالي بتتمزك وبيتموت على طول. طيب ما هي النتاجة المترتبة على ان عمرها لا يتجاوز بضعة ايام او بضعة اسابيع. يعني ما اقول لك هنا نتيجة المترتبة هتقول لي والله ان هي بيتم يتم تجددها تجددها باستمرار باستمرار. من منطقة اسمها منطقة الايه? منطقة الاستطالة. منطقة الاستطالة. وهنافهم دلوقتي منطقة الايه? منطقة الاستطالة دلوقتي. ايبا تاني خلي بالنا من ضمن الخصائص بتاعتها. او ناخدها واحدة واحدة كده. ان الشعارة الجزرية تركيبها ايه? هي عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبارية. يبقى خلاص امتداد امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبارية. طيب. تاني حاجة طلها 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 كام? اربعة مليمتر. عمرها ليتجاوز بضعة ايام او بضعة اسابيع. ليه? بسبب احتكاكها المستمر مع مع حويبات ليه? طيب النتيجة المترتبة على انها بتتمزك وتموت او ان عمرها مش بيتجاوز بضعة ايام. هتقول لي بيتم تجددها باستمرار من منطقة الاستطالة. من منطقة الاستطالة الموجودة في الجدر واللي هقول لك علاها كمان شوية. طيب. في خصائص تانية? ايوة في خصائص تانية. اه اه بقدارها بيكون رفيع. دي هناخدها في الملقامة الوظيفية. بتتبطل من الداخل بطبقة رقيقة. في عندها طبقة رقيقة من السيتو لازم. وبيكون جواها في نواة جواها وبتحتوي على شعيرة جزرية. بتحتوي بتحتوي على شعيرة جزرية بتحتوي على فجوة غسرية. يبقى من ضمن الخصائص بتاعتها ان هي بتتبطل من الداخل بطبقة رقيقة من السيتو بلازم وبتحتوي على نواة وبتحتوي على فجوة غسرية. طب نيجي بقى نشوف الجدر ده. تعالى كده. عايزين نشوف منطقة اللي تجدتها. بص. لو هنبدأ ان احنا ناخد الجدر ده ونبدأ ان احنا نبص عليه. نركز كده معايا في الحتة دي. ده كده الجدر. ودي التربعة. الجدر ده بنقسمه الى ثلاث مناطق. المنطقة الاولى بنلاحظ ان في شعيرات جزرية خارجة منها. اهي. فنقول عليها منطقة الشعيرات الجزرية. انما المنطقة التانية دي اسمها منطقة الاستطالة. والمنطقة التالتة دي اسمها منطقة الانقصام الخلوي. بص بقى احنا قلنا ان الشعيرات الجزرية اهي. هده الشعيرات الجزرية. بص بقى احنا قلنا ان الشعيرات الجزرية اهي. هده الشعيرات الجزرية. عمرها مالو? عمرها لا يتجوز بضعة ايام. يعني بعد بضعة ايام بتبدأ ان هي تتمزك. بتتمزك وتتمزك وتموت. وبيتم تجدتها باستمرار من منطقة مين? من منطقة الاستطالة اهو. دي تموت فيتم تجدتها منطقة الاستطالة. دي تموت فيتم تجدتها من منطقة الاستطالة. دي تموت فيتم تجديدها منطقة الاستطالة وهكذا. وده بيساعد على ايه بقى? بيساعد على طول الجدر. ما هو النبات? النبات فوق كده عمال يطول. يعني النبات ده عمال ايه? يطول. فكل ما يطول كل ما يطول اللي يحصل اللي يحصل الجدر لازم ينزل تحت عشان خطر يسبته. زي فكرة ان انا مسلا بيكون عندي اه ده كده مسلا ايه? البيت ده انا عشان ابنيه. البيت ده عشان ابنيه. لازم احطه على اساس. ده لو بيت صغير الاساس ده هيسبته. ماشي. طب لو بيت تاني. لو في بيت تاني مسلا كبير. اهو لو في بيت تاني كبير. البيت الكبير ده ينفع حط له الاساس ده هنا لا لا ده طالما بيت كبير يبقى الاساس بتاعه لازم يكون ايه? لازم يكون كبير. وبالتالي كده النبات كل ما هو بيطول كل ما لازم الجدر بتاعه يتغلغل اكتر وينزل تحت اكتر في الطربة علشان خاطر يقدر ان هو يسبت النبات ده. تمام? يبقى دي برضو حاجة بتساعد على تثبيت النبات. يبقى عمرها لا يتجاوز بضعة ايام. بسبب ايه? بسبب احتكاكها المستمر مع حبيبات الطربة. طيب. اللي بيقضي الى ان ما هي النتيجة مترتبة على ان عمرها لا يتجاوز بضعة ايام. او انها بتتمزك باستمرار. هتقول لي بيتم تجديدها باستمرار من منطقة الايه? من منطقة الاستطالة. وطبعا منطقة الانقسام الخلوي دي عمالها بتنقسم. يعني مسلا في خليانة بتدينا ايه? بتدينا خليتين. تنقسم تنقسم. فتنزل تحت منطقة الاستطالة. وبعد كده بتنزل تحت منطقة للشعيرات الجزرية. والجدر عمال ايه? عمال يطول. طيب. برضو من ضمن الخصائص بتاعة الشعيرات الجزرية هو انها بتفرز تعالي كده نرجع للشعيرات الجزرية تاني? مادة لازجة. الشعيرة الجزرية بتفرز مادة لازجة. يعني بيجي هناك بتفرز مادة لازجة. طب ليه? ايه فايدة المادة اللازجة دي? المادة اللازجة دي بتساعدها على التغلغل ما بين حبيبات تربة. يعني شعر جزرية دي لما بتفرز مادة لازجة مادة عاملة زي مسلا زلالة ربيض مادة مزفلاطة كده. بتساعدها على تغلغل ما بين حبيبات التربة. يبقى تاني ايه هي وظيفة المادة اللازجة اللي بتفرزها دي يعتبر بتطول من عمرها. ليه? لانها بتقلل الاحتكاك مع حبيبات التربة. يبقى المادة لازجة دي لما بتقلل الاحتكاك مع حبيبات التربة بتطول من عمرها. ي ambulante ما تموت بعد عشر اياه كده كده عامتا هتموت. بعد ما تموت بعشر تيام بدل ما تموت آآ بعد عشر تيام. بيتموت مثلا بعد آآ خمستاشر يوم. يبقى دي طولت طولت المدة بتاعتها شوية. ليه? لانها قللت الاحتكاك ما بين حبيبات التربة. ومن هنا يجي سؤال كويس جدا. اجيب لك سؤال حلو خالص. بص بقى. انا معايا نوعين من التربة. فيه تربة تربة طينية. طينية. وفيه تربة مثلا صحراوية او رملية. يعني فيه تربة دي تربة رملية. وقلت لك ان التربة الطينية دي حبيباتها بتكون صغيرة. انما الرملية دي حبيباتها بتكون كبيرة. تعالك كده تخيل معايا. يعني حبيباتها صغيرة يعني كده. طيب دي كبيرة يعني كده. لو في هنا بقى شعيرة جزرية. في كده شعيرة جزرية هنا. هتمشي في الطربة الايه? هتمشي في الطربة الطينية. طب كل ما تمشي هتبدأ ان هي تحتك بحبيبات الطربة. فهتحتك بدي وتحتك بدي وتحتك بدي وتحتك بدي وتحتك بدي يعني احتكت بالستة حبيبات عشان انتمشي في الحتة دي. طيب هنا في شعيرة جزرية موجودة بس المراضي في طربة واحدة او اتنين بكل كل ما يزيد حجم كل ما يزيد الحجم بتاع الحبيبة بيزيد ما بينهم المسافات البنية ده بيقلل الاحتكاك. الاحتكاك هنا الاحتكاك هنا احتكاك عالي. تمام? وطالما الاحتكاك عالي يبقى كده التمزك عالي. طب وطالما التمزك عالي يبقى كده تموت بسرعة. تموت ايه? بسرعة. يبقى احتكاك زاد زود في التمزك بتاع الشعارة الجزرية زود في الموت. طب لما تبوت بسرعة تتجدد بسرعة. تتجدد بسرعة. انما هنا الاحتكاك قليل. تمام? يبقى التمزك قليل. وطالما التمزك قليل يبقى تموت ببطء. يبقى التجدد بطيء. تجدد بطيء. يبقى لما قولك هنا مين اللي معدل التجدد عنده بيكون اعلى? الطربة الطينية اللي حبايباتها صغيرة ولا التربة الرملية اللي حبيباتها كبيرة? طبعا هتقولي طالما التجدد بسرعة بيكون عند التربة الطينية اللي حبياتها صغيرة. ليه? لان ده بيتزود من الاحتكاك الحبيات الصغيرة دي بتقلل المسافات ما بين الحبيبات وبعضها. فبتزود احتكاك الشعارة الجزرية مع حبيباته التربة. وزيادة الاحتكاك بيزود التمزك وزيادة التمزك بيصرع الموت. والموت لما بتصرع بتجدد بسرعة. تمام? اتمنى نكون فهمنا السؤال ده كويس اول. طيب نيجي بعد كده ندرس آآ الملاءمة الوظيفية للشعارة الجزرية. يعني ملاءمة الوظيفية تعالى كده نعمل عنوان جديد اسمه الملاءمة الوظيفية للشعارة الجزرية. يعني ايه الكلام? يعني ايه الكلام ده? بص يا جمعة. يعني كلمة الملاءمة الوظيفية يعني عايزك كده تخيل ان الشعارة الجزرية دي جاية تقدم على وظيفة معينة. يعني جاية تقدم على ايه? على وظيفة. ايه الوظيفة دي? هو امتصاص الماء والاملاق. احنا اعلننا عن وظيفة معينة اسمها امتصاص الماء والاملاق. فالوظيفة فالشعارة الجزرية دي قدمت على الوظيفة دي. فاحنا عايزين نشوف الشعارة الجزرية دي. ملاءمة للوظيفة ملأمة للوصيفة دي ولا مش ملأمة. فنبدأ نسألها. اول حاجة طبعا دي خلية ربنا فاكيد ملأمة مية في المية. اول حاجة جدارها. جدارها يكون عامل ايه? يعني احنا معنا دلوقتي كده دي شعارة جزرية. تمام? هي امتداد الخلاية واحدة من خلايا الطبعة الايه? الطبعة الوبارية. جدارها عشان تقدر انها تمتص المية. جدارها لازم يكون جدارها لازم يكون رفيع عشان تسهل دخول المية. ما هو لو الجدار ده يعني مسلا لو في شعارة جزرية تانية. والجدار ده سميك اهو سميك كده. تالي مين من الخليتين دول واحد ولا اتنين اللي تمتص مية اسرع طبعا الخلية رقم واحد هي اللي هتمتص المية اسرع لان جدارها بيكون رفاية. يبقى لما اجا اقول لك ما هي الملأمة الوظيفية للشعارة الجزرية هتقول لي آآ جدارها بيكون ايه? جدارها بيكون رفاية. طيب تاني حاجة تاني حاجة عددها كتير. يبقى عددها ايه? كتير. يعني مسلا انا معايا ده نبات ودي ده الجدر بتاعه. ده الشعارات الجزرية اللي خارجة منه. اه ده كمية. وده نبات تاني. تمام? ودي الشعارات الجزرية اللي خارجة منه. ومين اللي يمتص مية اكتر? طبعا ده اللي يمتص مية اكتر. ليه? لانه عدد عنده عدد كبير من الشعارات الجزرية. طيب. يبقى عددها كبير علشان تزود من مساحة سطح امتصاص المية. يعني وكمان هنقول عليها ممتدة للخارج. ليه? لان احنا قلنا طولها اربعة اربعة ملي متر. على كده نرجع للرسمة بتاعتها. ادي الشعارة الايه? ادي الشعارة الجزرية. بص كده. مين الاتنين هيمتص مية. بس مين اللي هيمتص اكتر? دي بص بتكون ممتدة للايه? ممتدة لخارج. فالمية تدخلها من هنا. ومن هنا. ومن هنا. ومن هنا. انما دي المية تدخلها من هنا ومن هنا ومن هنا الكمية او المساحة سطح امتصاص المية قليلة. يبقى من الملأمة الوظيفية. التانية معنا هنقول ان عددها بيكون كتير وبتكون ممتدة لخارج. طب ده بيعمل ايه? بيزود من مساحة سطح امتصاص المية. فبيزود من كمية المية للنبات ايه? بيمتصها. طيب. بعد كده. هنقول ان تركيز فجوتها العسارية. تركيز فجوتها العسارية عالية. علشان يساعد على دخول المية بالخاصية الاسموزية. والحتة دي محتاجة شرح. بص. فيه مثلا حد ممكن لك هو ايه اصل من فجوة العسارية دي. بص. فيه مثلا حد ممكن لك هو ايه اصل من فجوة العسارية دي? احنا قلنا ان من ضمن خصائص من ضمن خصائص الشعارة الجزرية ان عندها فجوة عسارية. بص كده تعال على جنب كده اشرح لك حاجة. احنا عندنا الشعارة الجزرية دي عبارة عن ايه? عبارة عن خلية نباتية عادي خالص ايه. خلية نباتية عادي خالص. بيكون جواها فجوة عسارية. طب الفجوة دي العسارية دي بتحتوي عليه? بتحتوي الحاجة اسمها عصير خلوي. طب وهو ايه العصير الخلوي ده? العصير الخلوي دي عبارة عن محلول. وكلمة محلول دي عبارة عن مزيب ومزاب. يعني مزيب زائد مزاب. اغلب المزيبات دايما بيكون الايه? المي. انما المزاب دايما اه غالبا بيكون يا اما سكر يا اما بيكون ملح. تمام? يبقى تاني. احنا عايز شعارة الجزرية دي جواها ايه? بيكون جواها. طيب الفجوة العسرية دي بتحتوي على ايه? بتحتوي على عصير خلوي. تمام? العصير الخلوي دي عبارة عن ايه? عبارة عن محلول. وكلمة محلول يعني يعني مزيب ومزاب. المزيب غالبا بيكون الايه? المية. والمزاب ده ممكن يكون سكر وممكن يكون ملح. طيب ايه موضوع التركيز ده? التركيز دايما بيشير الى المزاب. التركيز دايما بيشير الى المزاب. يعني مسلا لو انا معايا ازازة كحول اهي ازازة كحول. وقلت لك والله تركيزها سبعة في المية. يبقى هل يا طرق الكحول ده فيه مية سبعة في المية ولا فيه كحول سبعة في المية? احنا قلنا التركيز يشير الى ايه? يشير الى المزاب. التركيز يشير الى المزاب. يعني كده فيها اه فيها كحول سبعة في المية. طيب بفاهم مية كام بقيت السبع في المية تلاتة وتسعين. طيب. انا بقى فهم الكلام ده كله ليه? انا بقى فهم الكلام ده كله عشان عايز اوصلك لنقطة معينة. ان دايما المية بتحب. انا بقى فهم الكلام ده كله ليه? انا بقى فهم الكلام ده كله عشان عايز اوصلك لنقطة معينة. ان دايما المية بتحب الملح الكتير او السكر الكتير. المية بتحب الملح الكتير او السكر الكتير. بمعنى. بمعنى. بص كده. معي مسلا دي خلية ودي خلية. الخلية دي تركيز التركيز بتاعها يعني تركيز السكر اللي فيها مسلا سبعة في المية. تركيزها كام سبعة في المية. والخلية دي تركيز السكر اللي فيها مسلا تسعة في المية. مين اللي تركيزها اعلى? مين اللي تركيزها اعلى? طبعا التسعة في المية. دي اللي تركيزها اعلى. ومن اللي تركيزها اقل طبعا السبعة في المية. بص يعني عرفنا يعني كلمة التركيز يعني بتشير الى المزاب. يبقى دي كده فيها سكر مزاب سبعة في المية. ودي فيها سكر مزاب تسعة في المية. نيجي هنا نطبق قاعدة. لازم تطبق القاعدة دي دايما انت بتحلسل. هنقول الماء يحب السكر الكتير. والسكر ده ممكن يكون ايه الملح هي بتروح للسكر الكتير او الملح الكتير. طيب احنا قلنا ان التركيزات دي بتشير الى مين? بتشير الى المزاب? اللي ممكن يكون سكر وممكن يكون ملح. فاحنا معنا خليتين. خلية فيها سبعة في المية. وخلية فيها تسعة في المية. المية ملحة بتحب الملح الكتير والسكر الكتير. يعني بتروح من سبعة لتسعة او لمن تسعة لسبعة. لا بتحب السكر الكتيري بتروح او الملح الكتيري بتروح من مين? بتسيب السبعة وتروح للايه? للتسعة. يبقى تاهم انفهمنا الحتة دي. يبقى دلوقتي وظيفة الشعيرة الجزرية ايه? وظيفتها ان هي تمتص الماء. وظيفتها ان هي ايه? تمتص الماء. طب احنا عشان نقدر ان نمتص الماء. بص بقى هنا كده. لو انا قلت لك ان التربة ده التربة دي فيها ملح فيها ملح مسلا سبعة في المية. الملح اللي موجود في التربة ده ماله سبعة في المية. طيب انا علشان اغري الملح. يعني ايه اغري الملح? يعني اخليه يدخل للشعيرة الجزرية. عشان اقدر اخلي الملح ده يدخل للشعيرة الجزرية. محي كتير ولا ملح قليل? احنا قلنا انا المية بتحب لايه? الملح الكتير. وبالتالي الشعيرة الجزرية لازم يكون تركيزها اعلى من تركيز التربة. علشان المية بتحب الملح. فلازم احط مثلا تمانية في المية. احط تسعة في المية. احط عشر في المية. المهم ان تركيزها لازم يكون اعلى من تركيز التربة. علشان المية تروح لها. علشان المية بتحب الملح الكتير او الايه? او السكر الكتير. تمام يبقى احنا اخدنا الحتة دي. يبدأ من ضمن الخصائص او من ضمن الملأمة الوظيفية هو ان ان تركيز فجوتها العسرية عالي. ليه عالي? يعني كده معنى معنى كده ان فيها سكر عالي او ملح عالي. علشان خاطر المية تنتقل من التربة الى الشعيرة الجزرية. يبقى تاني الملأمة الوظيفية للشعيرة الجزرية ان جدارها لازم يكون رفاية علشان يساهل مرور المية. عاداتها بيكون كتير وبتكون ممتدة للخارج وده بيزود مساحة سطح الماء. تركيز فجوتها العسرية لازم يكون عالي علشان يساعد على انتقال الماء او آآ من بخاصية الاسموزية ولا هنشرحها بعد كده. واخر حاجة معانا وهي انها بتفرز بتفرز طبعا شرحناها بسنقولها تاني هنا تفرز مادة تفرز مادة لازجة بتساعد على تثبيت النبات. تفرز مادة لازجة بتساعدها على تغلغل ما بين حبيبات والتربة وبالتالي بتثبت النبات. وبرضو بتقلل من قوة الاحتكاك ما بين بتقلل من الاحتكاك ما بين حبيبات والتربة والشعيرة الجزرية. ايبا تاني لما قل لك الملاءمة الوظفية للشعيرة الجزرية اللي بتساعدها على تثبيت النبات هي بتعمل ايه? هي انها بتفرز مادة لازجة. علشان تتغل تساعدها على تغلغ ما بين حبيبات والتربة وبتقلل الاحتكاك ما بين حبيبات والتربة والشعيرة الجزرية. كده خلصنا الجزء الاول من آآ من طبعا آآ الدرس الاول بتاعه امتصاص الماء والاملاح واستنوني بعد كده في الفيديو التاني ان شاء الله اشرح لكم آآ آليات امتصاص الماء آآ آليات امتصاص الماء وبعد كده آليات امتصاص الاملاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.